لكن برضو شوف الأسباب اللي تخليك تخسر الدوري في المرسل الأخير 16 مباراة في شهرين مقابل 8 مباراة لمنافس وده طبعا أثر على أننا فقدنا لعبين وفقدناهم لمدة طويلة جدا أخرهم نجمل فريق محمد شريف أو هداف الفريق الأول فدي صورة واضحة لازم تحطها في اعتبراتك وانت بتقيم الموسم اللي لولا الأخطاء التحكمية كان زماننا بنتكلم عن موسم لفريق يكتب التاريخ بجد اتنين دورة أبطال أفريقيا صوبر أفريقي برونزيل كاس العالم وكمان كان يبقى دوري وكاس وكمان دوري أعتقد فارس كان يبقى إنجاز للجيل ده هي دي أسامة المشكلة الحقيقية هو خلاك تبص على الموسم من أنهي زاوية للأسف هو خلاك تبص على الموسم من الزاوية اللي انت شايف فيها أن الفريق أخفق أخفق كبير مع أن لو الفريق ده هو هو بنفس معطياته خد حقه كان مستحيل تشوف الصورة النهائية بنفس الشكل إذن الجيمة عملت صح وعشان فكرة الجيمة عملت صح هيجي البعض يقول أنتو بتتكلموا في نظرية المؤامرة التحكيم ودي أصوات بنسمعها وعلى فكرة إحنا عندنا من الجرأة أو الشخصية إن إحنا نرد عليها شخصية النادي الأقلي اللي عرفك إن كتير جداً بيحصل شيء لازم لأ تقول هنا فيه غلط وهنا فيه خطأ ففكرة إن نطلع أقول لأ إيه المشكلة اتظلمنا مفيش حاجة اسمية إيه المشكلة عندك اعتراض فني على الفريق قوله وده طبيعي وتكلم إن كان فيه سلبيات فنية وده شيء عظيم وده جمهور النادي الأقلي إلا أنا بطالب إنه يفضل يعمل كده ولكن في نفس الوقت أوعد سيب حقك أوعد فرد في حقك إنت بقى بتتاخد لحتة إن حد يقول لك إيه إنت بتعمل زي الزمالك أو إنت بتعمل زي منافس أو إنت بتتكلم أو بتردد نظرية المؤامرة لأ ثانية واحدة الجيم إزاي بقى لما تيجي إنت تقولي دوري حسن شحاتة اتحسب أو النادي الأقلي حسن ونتيجة الخطأ في الهدف الملغي برد عليك بالمنطق والحجة والدليل وقول لك لا دي نظرية مؤامرة عشان تفارق النقاط كان كذا عشان على مدار الموسم كان فيه وقعت كذا وكذا وكذا إذن هنا أنا مش شخص برتجل وأقول إن انت عندك نظرية المؤامرة واسكت لو أنا بعمل كده يبقى أنا شخص ضعيف الحجة وأبدا لم يكن أي شخص يتحدث باللسان النادي الأقلي أو ينتمي النادي الأقلي ضعيف الحجة لنا ولا أنت ولا أي مشجع الحاجة بقى التانية لما تيجي تقولي إن أنا عندي نقاط حنرصدها معاكم في الفقرة ونبهنا الحاجات و13 نقطة 15 نقطة بفقدهم والمنافس بياخد 13 نقطة لما تيجي تقولي نظرية مؤامرة أرد عليك بالنقط لو أنا صح لا يبقى بتكلم في حقيقة لو أنا مش صح يبقى دي نظرية مؤامرة خليك دايما فاكر الشيء الفاصل في الموضوع هو الكلام اللي بيتقال عليه حجة ولا لا أستفارس أنا برضو ما زلت مقتنع إن الموسم ده تحكميا لا يقارن بأي موسم حتى موسم حسن شحاتة أي موسم في النهاية الموسم الماضية كان الحكم بياخد قراره وما يقدرش يرجعه دلوقتي الحكم بياخد قراره وبيرجعه وبييجي على الناد الأهلي فبالتالي ما ينفعش إن أنا أقارن موسم تحكيمي بأي موسم الغريب إن الناس اللي بتقول وطلعت لهم أصوات بيقولون أنتوا عايشين نظرية المؤامرة هي الناس اللي في وسط الموسم انسحبت من المشهد قالك لا أنا مش هشارك في المصرحية دي ولا هلعب فيها دور الكمبرس وانسحب من المشهد وبدأ يتردد كلام كبير جدا إن الدنيا كلها ضد نادي المنافس حاليا لما بدأ يقترب من البطولة ما بقاش في مسرحية بقى واقع وبقى بطولة الدوري هي البطولة الأهم وبقى كل اللي بيتقال إن جامهيري الأهلي هي اللي عندها نظرية المؤامرة طيب أنتوا جايين تتكلموا دلوقتي؟ لا أحنا البرنامج ده في فقرة سابتة من أول ما بدينا البرنامج كانت بدأناها في الصندوق ومع الموسم الجديد بقت فار روم وكل كل كلامنا مثبت وتقدروا ترجعوا لفقرات فار روم في برنامج الأهلي خط أحمر اللي احنا شايفينه دلوقت تكلمنا عليه من بداية الموسم تكلمنا كمان وإحنا أبطال يعني احنا تكلمنا في الدوري الماضي وعن أخطاء الفار واللي بيحصل من الفار في وجود النادي الأهلي على صدارة جدول الدوري وفي وجوده بطل يعني مش الفكرة إننا بنتكلم عن الأخطاء التحكمية مركزنا في الدوري لا احنا بالطبيعة الحل أصلاً كده كده بيكون مركزنا في الدوري الأول إلا بعد المواسم الاستثنائية اللي بتيه كل عشر سنين سنة أو سنتين لكن اتكلمنا قوطال فتعالوا نفكركم كنا بنعمل ايه وبنقول ايه وكان ازاي البرنامج ده كان له رؤية وكان شايف الصورة كويس اوي 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 نطلع نشوف الفيديو ده نفكركم بتصرحتنا مفيش حكم او مستحيل حكم مصري هيستدعي الفار في مباراة طرفها الزمالك ويرجع من عند الفار يدي قرار ضد نادي الزمالك عيد تاني استحالة حكم مصري يستدعيه الفار في قرار اكس قرار الحكم ويروح الحكم للفار ويرجع يدي قرار ضد نادي الزمالك ولكن مسلسل الاخطاء التحكمية ما وقفش عند النادي الاهلي لو ما كانش مؤثر في نقاط فعلى الجانب الاخر موسم جمع النقاط التحكمية للزمالك نوستالجيا موسم 2015 فلاش باك لو انت ما شفتش الديجافو هتشوفها متمثلة في اللي بيحصل تحكميا السنين الزمالك بيجمع نقطة ورا نقطة ورا نقطة باخطاء تحكمية فادحة لكن دي راكل الجزاء واضحة وصريحة دوس على الرجل اهدهس الرجل وحصلت في الملاعب المصرية والاوروباية فلتحسب راكل الجزاء لكن عند النادي الزمالك طرق حمد يدوس مفيش راكل الجزاء ابو الفتوح يدوس مفيش راكل الجزاء ايه زي موسم 2014-2015 احمد توفيق كان يلعب بايده مفيش راكل الجزاء واضح ان فيه استثناءات كل موسم من التحكم المصري لنادي الزمالك يا جماعة احنا مش عايزينكوا تقولوا احنا بنجيب للنادي الأقلي الحكم اللي بيحبه زي ما كنتوا بتعمله مع عندها تانية احنا لا عايزين حكم بنحبه ولا الأقلي عنده حكم بيحبه ولا احنا اساسا فيه حكم عمراء خدمتنا اي قناعة غير اللي احنا قلناه بالمنطق وبالعقل يبقى صدقني اي حد محتاج يراجع نفسه لو بيختلف معانا ان اتحاد كرة تقريبا بيسعى لإفشال المسابقة او مش إفشالها هو بيسعى قد يكون لتوجيهها الفار زي ما بنشوف فيه اخطاء كتير جدا وارد جدا وما بس بنشكلش في ضماير الناس لكن بلو اخطاء وفيه اخطاء جسيمة والنادي الاهلي هيتصدى لاي اخطاء من بداية الموسم حتى لا تتكرر مواسم اخرى كان البطل فيها هي الاخطاء التحكمية بدون ذكر المواسم الناس كلها عارفاها لكن رسالة للعيب النادي الاهلي وتحديدا اللي يتحط في موقف بيكهم انت يا بيكهم اكتر واحد في الملعب كله عارف ان انت تشديت لازم يكون فيه اعتراض بشكل مهزب مع الحكم ودعوته ان هو يشوف الفار ونحاول نعطل اللعب بقاوت او باي طريقة حتى للأسف لو بعد التحكم هياخد سكة انه يديك انذر بس انت احرقت اي حكم عايز يتجاهل فكرة العودة للفار في كوات حاسمة كنا مذكرين من بادري ها كنا عاملين دورنا وقلنا رسائل واضحة وصريحة ورجعوا كل الفقرات لا تقبل التأويل ولا الزمن كنا بنستعين بقراء خبراء تحكيم كنا بنقول ان دوري معين بيتكرر كنا بنقول ان اتحاد الكرة اللي بيعمله ده ليه سببين يا اما هو عايز يفشل المسابقة نتيجة سوق الادارة يا اما هو اخطاءه دي حينتج عنها ان الدور يروح لمن لا يستحق كان كلامنا واضح وكان كلامنا صريح يا اسامة وعلى مدار الموسم بالكامل كنا وقفين وبنرصد كل حاجة من اول او من تاني حلقة لنا اللقطات دي اول فيديو فيها كان من تاني حلقة كان في 13 اكتوبر 2020 كنا لسه في الدوري الموسم الماضي وكنا بنتكلم وبننوه عن اخطاء الفار كانت اول ركل الجزاء لم يتم احتسابها ونوهنا وقلنا يا لعيبي النادي الاهلي اضغطوا على التحكيم اضغطوا على الحكم للامانة كان عندك طناع شديد جدا ان احنا لو ضغطنا على التحكيم واللعيبة ضغط الضغط جماعة على التحكيم هيتم الرضوخ والعودة لقرار الفار بعد اللي شفتو كل الموسم طلعت طيب قوي نشوفكم بعد الفاصل